هل حرارتك شايف أن الإبداع البشري أو التمييز البشري أو الإنتاج البشري الذي يوجد طعم وروح وزوء واسلوب هذا ممكن يتم إلغاءه بالزكاة الاصطناعية؟ لا، مستحيل لكن الزكاة الاصطناعية ممكن أكيد أكيد نتصالح مع التكنولوجيا وأكيد نحب التكنولوجيا وأكيد نستفيد منها في حاجات كتير وأنا دايماً بقول كده أنه أي حاجة بتطلع جديدة بتخدنا إحنا بنتخد في الأول لأن الفترات اللي فاتت دي شوفنا حاجات كتير قوي كان أبعد ما يكون إن إحنا ممكن نوصل لها ولما كانت تتحكي منصدقش أن إحنا هنعرف نتعامل بيها النهاردة بيقوله هو إحنا كنا عايشين قبل كده إزاي هو إحنا كنا عايشين من غيرها إزاي بس ده ما يمنعش إنه في الآخر أكيد كل واحد فينا لي بصمته الخاصة جداً اللي مهما تطور الزكاء الاصطناعي في الآخر هو مش هيديني نفس الطعم اللي أنا بقدر أعمله أو نفس المنتج اللي أنا بقدر أطلعه الروح بتاعتي مش عمر الزكاء الاصطناعي على الرغم من إنه تم استخدامه في حاجات كتير زي الروبوت مثلاً في المهن زي مثلاً الطب تم استخدام بعض في الأشكال في بعض الحاجات زي كده بس هل ده فعلاً ممكن يتم استخدامه بشكل عام يعني في كل حاجة لا في حاجات بتبقى عايز يسميها ميكانيكية أو واضحة قوي دي ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل زي الكمبيوتر زي شغل الكمبيوتر زي شغل البرمجة زي البرمجة إن أنا أبرمج حاجة معينة فبالتالي هي تديني النتيجة فتعمل إن أنا مش قادر أعمله أو أسرع من إن أنا مش عايز أعمله بالزبط ولو رجعنا للإبداع برضو وأنا ممكن أطلب أن يكتب لي رواية يكتب لي رواية وأحداث وناس رايحة وناس جاية وبتاع بس الروح بقى اللي هي الـ 5% الأخيرة دي بتاعتنا بقى دي أنا اللي أقدر أحطها وعمر الزكاء الاصطناعي ما يقدر يعمل حالك لما تقري حاجة لنجيب محفوظ من غير ما تبقى ما عندك الغلاف بتاعها هتعرفين ده نجيب محفوظ نسمع حاجة البليخ حمدي هتعرفين ده بليخ حمدي لكن الزكاء الاصطناعي عمره بيوصل للجزء الأخير هو ده بقى The last 5%